المترجم للقناة 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 سبحوا يا جميع ملايكتي سبحوا يا كل جنودي سبحوا يا ياتو الشمس والقمر سبحوا يا جميع كواكب النور سبحوا يا سماع السماوات ويا ياتو المياة التي فوق السماوات لتسبح السماوات لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر ولا بد وضعها لا حدا فلن تتعداه سبحوا يا رب من الأرض يا أيها التنانين وكل لجاج النار والبرج والسلج والضباب الروح العاصف الضايع كلمته الجبال وكل الأكام الشجر المثمور وكل الأرز الوحوش وكل البهائم الدبابات والطيور الطائرة ملوك الأرض وكل الشعوب الراسة وكل قضاة الأرض الأحداث والعظار أيضا الشيوخ مع الفتيان وسابع اسم الراح لأنه قد تعال اسمه وحده مجده فوق الأرض والسماوات وينصب قرنا لشعبه فخرا لجميع قيائه لبني اسرائيل الشعب القريب إليه رنموا للرب تنميمة جديدة التسبحة وفي جماعة الأدقياء ليفرح اسرائيل بحالة ليبتاج بني صحي بملكه ليسبحوا اسمه برقص ودوف وعود ليرنموا له لأن الرب راضي عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص ليبتاج إجلة خياب مجدين ليرنموا على مواجعهم تنميات الله في أفواهم وسيفهم ذو حدين في أيديهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتعذيباتهم للشعب لأسر ملوك بخيود وشرفان بكبول من حديد ليجروب بالحكم كرامة هذا للجميع الضياء سبحوا الله في قدسه سبحوا في فلك قوته سبحوا على قوته سبحوا حسب كثرة عظماته سبحوا بصوت الصور سبحوا بربا سبحوا بالقثارات ولك النارات سبحوا بدفن ورقص سبحوا بأوكاين ونصر سبحوا بصنوج الهتب كل نسمة فلتسبح للرب سبحوا رب يا كل الأمم حمدوا يا كل الشعوب لأن رحبته قد قويت علينا وآمانة الرب بلا الده بار خمو سبحوا أبو نبر ورحوا قديش من العلم وعذى من العلم الميناء سبحوا لتليثو سبحوا لتليثو سبحوا لأخي سبحوا بخل عيدون بسمالكو بشب ماتمو هاليلو يوم ملك ثومين يامينو وطع عام خوب ثاب موالي وويا والي دو يام ثرار مالكو شفر بارخ مو وروا 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 علم العالم وعلم العالم من قرب وعرو طاق عوام الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 لما يوتا وقابل ويتا طيب تحلق حي وفرقان ودعن سود وقابل ويتا وفرقان ويوتا وقابل ويوتا وقابل ويتا ويوتا موسيقى 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 به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الأنبياء أيضا من ساموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع الذي أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره بارخ مور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة of St. Paul to the Romans بارخ مور شبح المورد اشتركوا في القناة امين أحي أشتركوا في القناة because they are the seed of Abraham but in Isaac your seed shall be called that is those who are the children of the flesh these are not the children of God but the children of the promise are counted as the seed for this is the word of promise at this time I will come and Sarah shall have a son and not only this but when Rebecca also had conceived by one man even by our father Isaac for the children not yet being born nor having done any good or evil that the purpose of God according to election might stand not of works but of him who calls it was said to her the older shall serve the younger as it is written Jacob I have loved but Esau I have hated what shall we say then is there righteousness with God certainly not is there unrighteousness with God certainly not for he says to Moses I will have mercy on whomever I will have mercy and I will have compassion on whomever I will have compassion so then it is not of him who wills nor of him who runs but of God who shows mercy for the scripture says to Pharaoh for this very purpose I have raised you up that I may show my power in you and that my name shall be declared in all the earth therefore he has mercy on whom he wills and whom he wills he hardens and with his birth more and that he wills and that he wills he goes and that he wills be handed in you and that he wills قُل قُربُون إدهايو عِلّورة وِلْمُلِيوُمُ قُلُّهُمَّة بِحِد خُدشِي هَلَيْلُوْيَا قُلُّهُمَّة بِحِد خُدشِي هلَيْلَانَ وأُجَ flourishُمَّاهُán قُسِي الأمران دمان أشرح صُّفال个 ترجمة نانسي قنقر 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 ولم يكن لهما ولدون إذ كانت إنصابات عاقران وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت عصابته القرآن يدخل إلى هيكل الرب ويباخر وكان كل جمهور الشعاب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فلما رأاه زكريا الطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامراتك الإصابات وامراتك الإصابات ستلد لك ابنا وتسميه يحنى ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدوس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إليا وقوته ليرد قلوب الأبناء وأباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها فجاب الملاك أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلام الذي سيتم في وقته وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل فلما خرجا لم يستطع أن يكلمهم ففهموا إنه قد رأى رؤيا في الهيكل فكان يومئ إليهم وبقي صامتا ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته وبعد تلك الأيام حابلت لصابات امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة هكذا قد فعل بي الراب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزعار بين الناس وشينا وشلاء ملك الخون سعيدا لكم سعيدا لكم سعيدا لكم سعيدا لكم سعيدا لكم سعيدا لكم وسعيدا أحسنت لكم سعيد في الناس وسعيدا Brussels سعيدا لكم سعيدا لكم ترجمة نانسي قنقر 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 وادرامونين وادملفونين ودعوني داين وادخلون عني دمائي من يلدذيت ودين قادشت ومشى بحتو آليح مريالون الشوثون وخوثون فريون ورستان ورحمة وضحنان وخالقر بيهون حسيم حسيان وحويلان والهون مشيحو من كان مريو موران مورو التشبحتون نيلة مورت اليونان وتلعضران وفرقلان وقابل إصلاووثا وتخشفوثا وعبار برحميك الخليم مرضوثون قشيو ذو الشرطة مشي مون يدرق زمين أمم رحمون وثوق مريو كلي وباطن وعبار والحرطة طابتا يديث الغبردش لامو مارات شينو أشلامو أشو الخولان والشولام ومشيحو يادلو خرحي مافيا شفارل نقر مورو ثقشاكي لان لخشبحو نخثا وديث ومسخينان وشعب خول اسبان العلمين موسيقى 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 فاب الحساد حوبي شبقون وضحتوه بترهن علماء والعلم والمين إنو دين عبده محيلو حطيو للعنوي مر قديش شابه و قديشه قديش برو قديش قديش روح و حيو قدش و لم قدش ترجمة نانسي قنقر 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 لتكون عقلنا وأفكارنا وقلوبنا في هذه الساعة حيث المسيح جالس عن يمين الله لا لنشكر الرب بمخافا أهلا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مع لوف لوف وربوات الملائكة النورانيين الواقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يفترون ونحن هاتفون وقالون قاديش 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والخلص على الشمل موديات قحلات وفرقا يوم مودي لذلك حاله دينا لكي تكون هذه الأسرار لجميع الذين يتناولونها أفرانا لذنوبهم فيرثوا بها الحياة الأبدية ويملو أفواهم بحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين آمين بارخ مور لنصلي ونتظر على رب إلهنا في هذا الوقت الرهيب المقدس من أجل جميع أبائنا ومدبريننا الذين يرأسوننا اليوم في الحياة الحاضرة يرعون ويدبرون بي الله المقدسة الكائنا في الأخطار الأربعة القدسون الأجلاء والمغبوطون بطرياركنا وأبانا مار أغناطي صفرام الثاني ومار طواذروس الثاني ومطراننا وأبانا مار ديونوس نوس جان ليثبتوا بالله مع سائر الأساقف الأرثوديكسيين ليتكم صلاتهم سورا لنا لنتظرع إلى الرب قريني اليسون قريني اليسون نح يا رب بآتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبرها شيخوخة صالحة وهديئة واقم فيها رعاة يحكمون بكلمة الحق حكما عاديا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدس لانا وكل آوان وإينا أبدنا بدي آمين بارخ مور فلنذكر أيضا تلك المستحقة التطويب التي تعظم شانها قبائل الدنيا بأسرها القديسة المجيدة والمباركة السامية الدائمة البتولية الطباوية مريم والدة الإله والنذكر معها أيضا الأنبياء والرسول والمبشرين والإنجلين والشهداء والمعترفين والطباوي مريو حن المعمدان الساعي الذي سبق مجيء ربه والقديس الجليل مارستفانوس رأس الشمامس وبكر الشهداء ورأي السيد الرسول الساميين مارفوترس ومارفولوس فلنذكر جميع القدسين والقديسات معاً ولتكن صلاةهم سورا لنا ولنتضرع على رب ورأي لائسا أحيانا من تبعاً لغاتك من تبعاً وما تبعاً لنهانا والشهداء والمع والمع بارح مر بارح مر نعم نعم المترجم للقناة 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 يا رب العلا اسمع صلاتي واستجر دعا إني لا رافع عيني إلى السماء ويدايا ممدودة إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجر دعا اشتركوا في القناة في وقت ضيقي بحثت عن النجام فاجرت إليك قائلا يا رب الحياة اسمع صلاتي واستجر دعا اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 وترسي عليك تكلى قلبي اسمع صلاتي واستجر دعا إني لا رافع عيني إلى السماء ويدي ممدودة إليك يا رب العول اسمع صلاتي واستجر دعا ماريو نفك شاف قولي الإسان قولي الإسان ريلا إسان إذا المراحم الغنية والتحنون من المسيح إلىنا طلبنا وإذ نحن طالبون عوض أنفسنا وأنفس آبائنا وإخوتنا وأنفسنا ومعلمين وعوض أنفس وأنفس ساير موتى من المؤمنين صلاتي لذلك وإذا المصدر أصبحت أصبحت لذلك وإذا المصدر أصبحت أصبحت سوف نقال لك الله بمرحمنه رحميك من أخنشال أمريو حسطوب وطراء حام علي اللهم ينقابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبو ندبش ما يوم موسيقى 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 روح قدشاء روح قدشاء روح قدشاء روح قدشاء ترجمة نانسي قنقر 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 هي الكاهن. طبعاً لما نقف أمام هذا الحدث قد نفكر أنه هو حدث بسيط ومعجزة اعتيادية عمل الرب مع اثنين ما كان عندهم أطفال والرب سمع أن يكون عندهم طفل ولكن بالحقيقة يا أحبائي لما نقف عن تفاصيل هذه المعجزة نشوف هناك معاني لاهوتية ومعاني عميقة أو صلاة جبرائيل الملاك لزكريا الكاهن ومنه إلى كل واحد من عندنا عن طريقة عمل الرب الاله مع كل واحد من عندنا. زكريا الكاهن حسب ما يذكرنا التاريخ والتقليد الكنسي أنه تقريباً كان عمرو وصل إلى المية وإلي صابات أيضاً شارفت على التسعين طبياً وعلمياً هذا الشيء مستحيل هذا الشيء مستحيل وراح نشوف هذا الشيء لمن زكريا لا شيء تناقش مع جبرائيل الملاك ولكن قبل الخوض في تفاصيل المعجزة أريد أقف عند معلومات كتابية مهمة نفهم ما كانت الخدمة خدمة الكاهن في العهد القديم ما كان الكاهن كان يخدم نحن كلنا نعرف إلى موسى ما كان هناك كهنوت مخصص يعني كل أب لكل عائلة هو كاهن تلك العائلة هو يقدم الذبائح عن تلك العائلة فكان يسموه الكهنوت العام الكهنوت العام ولكن عندما جاء موسى والرب أمر أن يخرج شعب إسرائيل من أرض مصر والرب اختار صبط للكهنوت وهو صبط لاوي هنا يصبح تخصيص للكهنوت تخصيص للكهنوت يعني ليس حي الله إنسان يقدر يقدم ذبيحة ليس حي الله إنسان يقدر يطلع ويبني مذبح ويقدم عليه ذبيحة لأنه يصبح هناك تخصيص لكل شيء لأن الرب بلش يرسم صورة كنيسته في العهد الجديد من خلال ما أعطاه لموسى في العهد القديم فنرى أن الرب اختار هارون وصبط لاوي لكي يكون من صبطه ومن عائلته الكهنة لمن أثمرت عصات هارون لمن طلب الرب من شيوخ إسرائيل شيوخ الأصباط أن يضعوا كل واحد عنده عصة دلال على السلطة على هذه العائلة يضعوا عصاته والذي ستورق عصاته ليبسي هو هذا سيكون من نسله الكهنة ويمارسون الكهنوت فلمن وضعوا العصي هارون أينعد عصاته ويقولون الآباء كانت عصاته من شجرة الجوز الورق اللي طلع من الجوز كان فصار تخصيص الكهنوت ولأنه عائلة كبيرة عشيرة كان نحكي تم تقسيم هذول الكهنة هذول أولاد هارون وصبط لاوي إلى 24 فرقة إلى 24 فرقة كل فرقة منهم تخدم أسبوعين بالسنة الهيكل وكل كهن منهم يخدم مرة في حياته المذبح تبهوا كل فرقة منهم تخدم مرتين بالسنة وكل كهن منهم الموجود بهذه الفرق يخدم المذبح مرة بحياته فزكريا كانت هي هاي المرة الأولى اللي يفوت لأنه أشي يعملون يرمون قرعة فليطلع اسمه يفوت بعدين ما يرجع يحطون اسمه بالقرعة ما خلص ينشال اسمه بالقرعة لأنه أكو كهنة كثيرين لازم يمارسون دورهم في الكهنود فزكريا الكاهن كان ينتمي إلى فرقة آبية كان عنده اسم هذك الفرقة فوقعت عليه القرعة أن يدخل لكي يرفع البخور على مذبح البخور طبعاً الهيكل هيكل سليمان كان فيه تقسيمات كان فيه قدس الأقداس مثل ما عندنا اليوم نحن اللي نسميه قدش قدشين اللي هو المذبح واللي يكون عليه ستر حجاب دائماً حجاب الهيكل هذا نسميه قدس الأقداس وأمام قدس الأقداس كان هناك مذبح يسمى مذبح البخور كان يضع عليه الفحم والحطب ويفوت الكاهن ويضع البخور أمام قدس الأقداس وما كان يحق للكاهن العادي أن يدخل إلى قدس الأقداس يعني أن يدخل وراء ما هو موجود في قدس الأقداس فقط رئيس الكهنة يحق له يدخل ومر في السنة في عيد الفصح فكان نظام كهنوتي دقيق جداً وكان لمن يفوت الكاهن إلى مذبح البخور كان يربطوه بحبل بالبدل ماله لأنه ما يصبح يفوت فإذا تأخر أو مات جوه يسحبوه هذا الشكل كانت فتخيلوا مشهد زكريا وزكريا فات في هالمرة حتى يقدم البخور في دوره في كل حياته الكهنيوتية ويتفاجأ بوجود ملاك عن يمين المذبح زكريا الشيء الوحيد الذي يفكر فيه أنه انتهى لماذا؟ لأنه كان عنده خبرة كهنوتية وفي التاريخ الكهنوتي والتقصي أن الذي الكاهن الذي لا يكون طاهر والكاهن الذي يرفع بخور غريبة على المذبح رأساً تنزل نار آكلة من السماء وتأخذه أو تنشق الأرض وتبلعه لأن هذا الشيء صار في العهد القديم فخاف زكريا الملاك معناته أنا أموري ما تمام ما فكر بطلبته ما فكر بصلاة اللي كان يصليه سنين يا رب أعطيني ولد والكثيرين الكثيرين اللي ذكرناهم اليوم بالصلاة وبالقداس من الذي ما سمح الرب أن يكلم أولاد اليوم ذكرتوا جميعاً سواء اللي أعرف اسماء واللي ما أعرف اسماء أن يعطيهم الرب ويبارك أرحام النساء حتى يثمروا ويكثروا الأرض ويصلون مثل زكريا لسنين طويلة زكريا نسي صلاته حتى أنك لصلوا طلب قالوا زكريا طلبتك سمعت وصلاتك استجابت الرب سمع صلاتك أنه أنت تريد لك ولد سيعطيك ولد رد تفعل زكريا تباين أنك تنسي الموضوع وزكريا هنا يظهرنا صفة جداً مهمة في الإنسان البار وهي صفة لازم تكون موجودة عند كل الرجال الإنجيل يقول الإصابات كانت عاقر ما قال زكريا لوق يقول الإصابات كانت عاقر زكريا ما قاله للملاكة بس أنا مغتي عاقر عندها مشكلة مشكلة ما عندي أعرف فناطق جيبولات بس عندها هي قال له أنا صرت كبير وزوجتي أيام عبرت كبرت يعني ما قال بس هي سوشا أنا زي علي الحق أنا زي كبرت هذا الشيء التي تحكينه ما هو منطقي وما هو معقول فنشوف زكريا لم يلقي لوم ولم يضع الحمل على الإصابات وهذه صفة لازم تكون موجودة عند الرجال والنساء نحن جناحين رجال والمرأة هم أجنحة بما أنه اقتبلوا سر الزواج لكي يطيروا مع بعض إلى السماء يحلقوا إلى السماء بإيمان كزكريا والإصابات ولما الرب يشوف برارتهم ويشوف قداستهم الرب سيسمح أكيد ويفتح رحم المرأة ويبارك تلك العائلة وما يعني لما الرب ما يعطي وما يسمح أنه يكون أكولات معنى الرب لم يبارك تلك العائلة الرب يريد يعلم زكريا ومن خلاله أن نصله ولكن ما هو مفيد لخلاص نفسكم سأعمله سأعطيه لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله فتقودم للحياة الأبدية فلما الرب ما يسمح أن يكون عندنا أطفال معناها هذا الشيء مليح لحياتنا معناها الرب يهيئنا للحياة الأبدية وهذا جزء من خطته الشخصية في حياتنا فيما هو لا يستجيب لكنه يعمل لحياتنا الأبدية فيما نظنه أنه لا يستجيب هو يهيئنا لحياة أفضل يهيئنا لحياة أفضل فبالمسيح يسوع وبهل سر الإلهي والتجسد الإلهي لغت فكرة اللعنة لماذا؟ لأنه بالمسيح صرنا بركة وصار لنا مقدس يقدس حياتنا ويطهرنا وينقينا فزكريا يا أحبائي ما كان بس بار أمام الناس يشوف الناس أنه كاهن وقور وقديس لا حتى في حياته الخاصة داخله كان بار فما ألقى اللوم على الآخرين ولكن سأل سؤال أنه كيف سيصبح هذا الشيء ولكنه نسي وفصل حاله عن حاله هو كاهن فصل حاله عن ما هو عليه وشك بقدرة إلهه شك بقدرة إلهه وهذا الشيء علمنا أيضا يا أحبائي أن لا نشك بقوة وعمل الله الخلاصية في حياتنا أن لا نشك بقوة وقدرة الله الخلاصية في حياتنا لماذا؟ لأن الله هو إله المواعيد إله المواعيد ليس أنه يوعد ما يوفي لا، هو أمين في تحقيق الوعود يوحنى كأنه يشابه إسحاق كأنه يشابه إسحاق ابن إبراهيم إبراهيم و سارة أيضا ما كان عنده مولاد وأيضا لما الرب سمح وفتح رحم سارة كان الطاعنة في السن كان الطاعنة في السن ولكن الرب عطالم ليش؟ وإسحاق اسمه معناه ابن الموعد والرب هون يريد يأكد مواعيدي ستتحقق والمسيح سيأتي ولكن أحتاج واحد يمثل كل هذه الموعد كل هذه العهد القديم كل هذه الوعود التي أعطيتها ويفتح الطريق قدامي وهذا هو يوحنى وهذه هي الرسالة التي لا يمكن أن يستوعبها زكريا وشك فالملاك قال له شكيت بكلمات إلهي وهذا وقت التناول الجوقة سيرتلون ترتيلا بالسرياني هي عبارة عن حوار بين جبرايل وزكريا سنسمعها جبرايل يقول له كلام إلهي لا يحتقر ووعود الله لا تحتقر بما أنه ما آمنت ستبقى سيكت ستخرس إلى أن تشوف يوحنى بعينك إلى أن تشوف يوحنى الله تحنن الله تحنن الله ما بس تحنن عليك لا لأن هذا الطفل ما راح يكون طفل عادي لا راح يكون الملاك الذي يرسله الله أمام وجهه ليعد الطريق أمامه توبه فقد اقترب ملكوت السماوات وهذه هي رسالة أحد زكريا وبشارته بميلاد يحنى لنا أن نسند بعضنا كأزواج وأن نقف أمام الله بارين وأيضا أن لا نشك بقوة عمل الله الخلاصية وأن نكون متأكدين أن وعوده صادقة وهو أمين أن يعمل معنا دائما ما هو لخلاصنا وحياتنا الأبدية وأيضا يا أحبائي أن نكون دائما دائما صورة للتوبة سامعين صوته توبوا فقد اقترب ملكوت السماء مستعدين للقاء فنستحق مجد الأبد ولربنا المجد الدائم آمين فآمين يا أحبائي اليوم افتدأنا للصندي سكول النهار الأحد فنشجعكم ونشجع كل الناس اللي يحبون أولادهم يكونون بالتعليم المسيحي الصندي سكول صارت يوم الأحد واليوم بدأوا الكادر أحب أشكرهم المدرسين اللي كيدرسون بالصندي سكول الرب يبارككم ويبارك تعبهم وأيضا أحب أشكر جميع المؤمنين كل واحد بإسمه اللي يتبرعون بالأيقونات الحلوي سواء عن روح أمواتهم أو تقديمه من عوائلهم الرب يرحم أمواتهم المؤمنين ويحفظ الأحياء ويجعلهم دائما صحة وعافية ويتقبل دائما عطاياكم وتبرعاتكم للكنيسة والرب يحفظكم جميعا سنصلي صلاة الثالث والسابع للمرحومة سعاد عزيز ساكو والتي انتقلت إلى جوار ربها على إثر مرض عضال وقد تبرعا أخوها بمبلغ من المال للكنيسة عن روحها الرب يرحمها ويعطيها ملكوت السماء ويعزي كلوبكم وأيضا ذكرنا على مذبح الرب المرحومة الدكتورة نادية متى حنى سيمو زوجة السيد مازن عزيز الخوري الياس والتي توفت يوم أمس في العراق أثر مرض عضال في عنكاوة الرب يرحمها ويعطيها ملكوت السماء وانعزي عائلتها والرب يصبر قلوبهم وذكرنا أيضا على مذبح الرب الغافر المرحوم الشماس سرمت حازم الشماني والمرحومة مارغو إيشو هرمز والمرحومين داود عبدالله حد عقراوي وزوجته ماري يوسف حنى وكذلك المرحومين زكي داود شماس يعقوب وزوجته ناجية سليم امتمرة والمرحوم اسكندر يعقوب وزوجته فهيم عبودي والمرحومة حلوة أيوب القدادي والمرحوم الشاب عامر متى اسكندر وذكرنا أيضا المرحومين غرقيس عزيز وزوجته المرحومة نومة متى اسحاق والمرحوم باسم غرقيس والمرحومة لبنى صبري عزيز وذكرنا أيضا المرحومين المرحومة نجاحة بلحد بمناسبة الذكرى العاشرة لانتقالها للخضور السماوية الرب يرحمه وكذلك أيضا ذكرنا المرحومين متى داريوس وزوجته دولة رشيد والمرحوم داريوس عيسى وزوجته مريم والمرحوم رشيد اسحاق وزوجته شما والمرحومين متى رشيد وقرقيس رشيد والمرحومين منسى داريوس وسمعان داريوس وقرقيس داريوس والمرحومة نورية رشيد وهنية رشيد والمرحومة جاكلين الياس والمرحومة نظال بلحد وكفاح بلحد والمرحومة مريم منسى وذكرنا أيضا المرحومين فائز عروس والمرحومين متي داريوس وزوجته دولة رشيد والمرحوم زكي متي حيالي ونزهة خضر قدسي الرب يرحمه ويعطيه ملكوت السماء ويعطيه جميع موادك ملكوت السماء آمين ونورة الكنيسة على نية الشماس ستافره سرمد الشماني وأخته سارة سرمد الشماني وأيضا أقمنا صلاة السهرانة لأجل شفاء إحدى المؤمنات ولأجل شفاء جميع المرضى يا أحبائي واللي اتصلوا فيه وطلبوا نعملهم السهرانة وطلبوا ما أذكر أسماء الرب يعطيهم دائما الصحة والعافية ويشفيهم من كل مرض والأخص مرض الكورونا وأيضا نورة الكنيسة على نية وسلامة إحدى المؤمنات وعلى نية وسلامة أطفال وشفاءهم ونورة الكنيسة على نية الخطيبين إيفان شماس يعقوب وحنيس الرب يباركم ويوفقهم ونورة الكنيسة أيضا على نية أحد المرضى المؤمنين وتبرع أحد المؤمنين بمبلغ مئة دولار للكنيسة الرب يتقبل تبرعاتكم وعطاياكم ودائما يحميكم ويحمي عوائلكم من كل شر وسوء ويفرحكم ويفرح قلبكم دائما بقوة عملوا الخلاص في حياتنا أمين يا أحبائي تفضل نصلي مع بعض صلاة الاعتراف والتناول أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في مينقية وقصنطينية وقسس على رجال الكنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكامل وبهي تحلل وطلق إنني أخذت بحواس باطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر خطيرتي أعظيمة معينة جدا وأنا نادم عليها ندامة كاملة وقاصد من لا أرجع إليها أبدا خاطئاً بالموت أحباب من الله والغطية وأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن أحلالي وبسامحني بالأمين سائل الله أم يغفره من أعطينا يا رب ارحمنا يا رب سامحنا يا رب اغفر لنا ليرحمكم الرب الإله ويقودكم من الحياة الأبدية مثلما رحم بطرس الرسول والخاطئ والعشار والص اليمين وجميع التائبين بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه للرسول الاطهار ومنهم جيلاً بعد جيل وعبر خلفائهم الشرعيين حتى وصلوا إلينا العرض الضعيف الخاطئ بهذا السلطان أحل لكم من جميع الخطأ التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها تداكون وتتقدشون ونشتبقونها وبيكون وحطوهيكون بشمو دابو ودبرو ودروحوا حيو قاديشو الحائد العالم علمين آمين في منازل الأبرار ومساكن الصديقين وبصحبت هؤلاء الذين اخترتهم منذ البدء امنح يا رب جزيل مراحمك راحة لأمتك المرحومة سعاد التي انتقلت إليك حيث يتمتع القديسون ومعهم وبينهم تقدم لك التسبيح والشكر الآن وكل آوان وإلى بدل آبدين مراحم أبو عالبنا يوهليلو يا مراحم مريو عالدوح برنو شخ عميرو يوهليلو يا مراحم مريو عالدو شبحوا لابو ودبرو والروحوا حيو قاديشو من علم وعذا من علم علم علمين من خلطوا بيكون عنيدة بهاوية ومدهوين وحوموا فروحا يوهو دخلتون ممحسيونوهو دشتتون قيمنهم قابود يامينوهو طوال قابل اسفريني قربون قاربون لي أمرنا بشود لو يتميد موثر لي أخفار دموريو لو موثر لي بخيو تنحوثو أخذ ما وثار لي فار دمشيح موت قيمت بصلت كهني صلى وعلي دوزن ومث قبل نقض مورد علمي هاللويا أخذ من دمشيح أخذ من دمشي فأخذ من دمشيه موت قيمت بصلت كهني صلى وعلي دمشي مما عموديثو شاقلوخ مما ذبحوهنون خالفارو قديشو وشتي موكوس تفرقونو عمبروهم نذبسمون بيه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر أيها الرب الإله آمن بأمرك وضعتنا في هذا العالم وبسبب معصيتنا حكمت علينا بالموت والآن نقدم لك الصلوات والطلبات عوض نفس أمتك المرحومة سعات التي رقدت على رجائك بالإيمان الحق اغفر لها بمنك وكرمها بمساكن الراحة وعند القيامة أهلها وإيانا كي نسبحك مع قديسك أيها المسيح رجاء نفوسنا ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين لنصلي الصلاة الربانية راحة لنفس المرحومة سعات وراحة لأنفس جميع مواتنا المؤمنين قائلين أباءنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشياتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم ووفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطى إلينا ولا تطفلنا في تجربة نجينا من الشريط يانا لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الله الله يرحمه ويرحم جميع مواتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترنم لك شفتايا أحبك إلا بدي تعال وملك على قلبي أتوق إليك تعال ترنم لك شفتايا أحبك إلا بدي يسوك أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوك أنت من أريد أسجد أمامك إلهي أعترف بك ملكي ها هي حياة في يديك افعل بها ما تريد يسوك أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوك أنت من أريد 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 موسيقى 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 عبادة نقرأ عبابة فمنحنا جودة يا ربي منحنا فمنحنا جودة يا ربي منحنا يا ربي منحنا يا رب كريم إله راهيم يا رب كريم إله رحيم لطفك العظيم يا رب منحنا لطفك العظيم يا رب منحنا يا رب منحنا سيدنا نعمات وجزل رحمة سيدنا نعمات وجزل رحمة وسيدنا نعمات يا رب علينا سيدنا نعمات يا رب علينا اقبل تقديمتنا بارك جمعنا نطلب رضاك من عمق القلب هذا القربان صنع أيدينا فاجعله زادا للسائرين هذا القربان صنع أيدينا فاجعله زادا للسائرين خبزنا وخمرنا من ثمار الأرض نقدمها لك وقدسها يا راب هذا القربان صنع أيدينا فاجعله زادا للسائرين هذا القربان صنع أيدينا فاجعله زادا للسائرين اشتركوا في القناة وقفوا في القناة وقفوا في القناة وليولي ترام رومه ولسهدك للقلوس العاني تحنون رحمه هاليولويا سبحانك سبحانك ربنا وموائلنا ومخلصنا يسوع المسيح لذبت سبحانك جسدك المقدس الذي أكناه ودمك زكي غافر الثمين الذي شربناه لا يا رب لا يكونان لنا للدينون وللانتقام لكن للحياة لنبدأ وخلاصا لجميعنا وارحمنا موسيقى 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 إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وعنا واضدنا وثبتنا وغفر لنا وارحنا بواسطة تنعمنا بهذه المائدة الروحانية فانا توب بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس ألان وكل آوان وإلى أبد العبدين أمين بارخ مور أمراها دلوح من باسار سيبو سجرة حولين أمراها دلوح من باسار سيبو سجرة حولين أمراها دلوح من باسار سيبو سجرة حولين لنسبحك واباك وروحك القدوس ألان وكل آوان وإلى أبد العبدين أمراها دلوح من باسار سيبو سجرة حولين أمراها دلوح من باسار سيبو سجرة حولين أمراها دلوح كثيرة حولين أمراها دلوح من باسار سيبو الساء أمراها دلوح من برائها أمراها دلوح من بسار سجرة أمراها أمراها دلوح من باو Ditمين موسيقى 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 موسيقى